السلام عليكم ورحمة الله سيادة الرئيس السادة الحضور من كل قلوبنا بنرحب بكم على أرض سوهاج وسعداء جداً لوجودك معنا يا سيادة الرئيس تشيف حضرتك لنا النهاردة يوم تاريخي لمحافظة سوهاج اسمي محمد عبداللطيف من كلية الطب البشري جامعة سوهاج خلال دراستنا في الكلية احنا طلبة المجال الطب خصوصاً بتواجهنا كثير من التحديات زي صعوبة التعلم بالطرق التقليدية تشريح الجسس والحيرانات وكمان التفاعلات الكيميائية الخطيرة وبناء على توجهات حضرتك يا سيادة الرئيس ورؤية مصر 2030 ودعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار أنا وزميلي قدرنا نوصل للحل وده من خلال وحدة التكنولوجيا الطبية والتي فيها بنستخدم تقنيات الزكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز أننا ننشئ محتوى تعليمي تفاعلي يقدر يساعد الطلاب على توفير الوقت والجهد والموارد وكمان يقدر يوصلوا للمحتوى ده في أي وقت من أي مكان وعدد لا نهائي من المرات خطة التنفيذ كالآن تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة حوالي 500 ألف جنيه مصر تشمل الأجهزة تطبيقات السوفتوير والدعم الفني واللوجيستي وبدعم حضرة أكلينا يا سيادة الرئيس نقدر نعمم التجربة دي في كل الجامعات المصرية شكراً سيادة الرئيس بنرحب بيكم مرة تانية شرفتونا ونورتونا سيادة الرئيس السيادة الحضور شرفتونا ونورتونا على أرض سهاج أنا اسمي نادا حسن كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كانت بتواجهنا بعض المشاكل أثناء دراستنا في أجهزة الكشف عن الإشعاع إنها مش متوفرة في السوق المحلي بنستوردها من الخارج وبالتالي تكلفتها بتكون عالية وكمان صيانتها بتكون صعبة وهنا كان التحدي بالنسبة لك طلبة كلية العلوم إننا نوظف العلم اللي تعلمناه ونوجد البديل والحمد لله قدرنا نصمم جهاز للكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية بتكلفة أجل 50% من المستخدم حاليا وكمان سهل الصيانة والتطوير وبالفعل يا سيادة الرئيس احنا طورناه وحملناه على ريبوت زاية الحركة عشان نقدر نوسع نطاق الكشف عن الإشعاع ونحمل عنصره البشري من خطر التعرض المباشر للإشعاع اللي بتوصل أضراره للإصابة بالحروج الإشعاعية وإصابة ببعض السرطانات اللي بتأدي للوفاة وبكده يا سيادة الرئيس ممكن نستخدم الكاشف والريبوت في كل الأماكن اللي بتتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة زي المستشفيات الجامعات هيئة الطاقة الزرية محطات النووية وكمان أماكن الحفر والتعدين وبكده نكون جدرنا نساهم في استراتيجية حضرتك ورؤية مصر 2030 من خلال دعم الصناعة والابتكار وكمان تقليل الفاتورة الاسترادية للبلد بتوفير منتج محل الصن عالي الكفاءة وبسعر كمان منخفض هيقدر يلبلنا احتياجات السوج المحلي وكمان هينافس في السوج العالمي بنشكر حضرتك يا سيادة الرئيس والسيدة الحضور سيادة الرئيس سعداء جدا بوجود حضرتك في سواجة نهاردة اسمي مونور السيد في كلية العلوم جامعة سواجة عندنا في مصر 7.5 مليون من الصوم وضعاف السم عشان احنا صوت كل اصم وهدفنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أسسنا منصة تكلم لإشارة تجربية والتي من خلالها نساعد في حل بعض المشكلات منها صعوبة التحصيل الدراسي للصوم وضعاف السم وعدم توفر المناهج التعليمية والبرمجة ومهارات سوء العمل بلغة الإشارة أونلاين وبناء علي الحل الذي نقدمه ترجمة المناهج الدراسية والدستور وتدريب الصوم على مهارات سوء العمل والبرمجة وتدريب أولياء الأمور لتنمية مهارات أبنائهم وتدريب الموظفين بلغة الإشارة ونوفر أيضا خدمة الفيديو كول خطة التنفيذ في 2022 أنشأنا نسخة تجربية للمنصة و2023 بنأمل أن نطلق المنصة بكافة خدمتها ودامج سنقدر نحققه غير بدعم السيادتك شكرا جدا سيادة الرئيس أهلا بك سيادة الرئيس وبكل الحضور الكرام نورت سوهاج معاكم هاجر أحمد من كلية الزراعة بجامعة سوهاج مصر في الأساس بلد زراعية ومن أهم التحديات اللي بتواجهنا وخصوصا في المزارع هو إهدار ألاف الأطنان سنويا من سمار الفاكهة للأسف بيتم التخلص منها بطريقة ضرة للبيئة كمان سيادتك أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن مرض السمنة لأطفال المدارس واللي من أسبابها تناول سناكس غير صحي وفي إطار رؤية مصر 2030 أنا وزميلي فكرنا في المشكلة وجمعنا الحل نحن نعمل سناكس من شرايح الفاكهة المجففة الخلية من المادة الحافظة أو السكر الصناعي إنها تحقق أعلى استفادة وقيمة غزائية للطلاب إنها تحتوي على أكتر من 6 جرام ألياف و7 من 10 جرام بروتين و340 كيلو كالوري طاقة في 2021 بدأنا خطتنا التنفيذية وقدرنا نوصل لنموذج أولي من المنتج وده اللي شجعنا إن نحن نعمل شركة نشأة عشان نتطور في الإنتاج في 2022 أنتجنا نص طن مجفف وبدعم سيادتك وتوجيهاتك المستمرة قدرنا نتواصل مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا يكون عندنا مصنع ننتج فيه من 50 ل60 طن مجفف شهريا ده هيفتح لنا فرص في التصدير في الأسواق الأوروبية وبكده نحقق عملة صعبة لبلدنا شكراً سيادت الرئيس السيد الرئيس بنرحب بحضرتك والضيف الكرام في محافظة سهاج اسمي أيمن مراد كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كانت بتواجهنا تحديات في بعض المجالات زي الصحة والزراعة والمياه والأثار فإحنا كما أعمل تطبيقات البلازمة بكلية علوم جامعة سهاج فكرنا إننا نواجه التحديات دي باستخدام البلازمة البلازمة هنا أحب أنواج إن هي الحالة الرابعة للمادة وليست بلازمة دم حضرتك في مجال الصحة وجهنا مشكلة جروح مرض السكر وباستخدام البلازمة جدرنا إننا نصرع من معدل التقام الجروح دي بشكل كبير وآمن وفعال في مجال الزراعة استخدمنا البلازمة إننا بنعالج البزور الزراعية وبكده بنزود من معدل نموها وكمان إمكانية زراءتها في الأماكن الصحراوية بكفاءة إنتاجية عالية في مجال المياه البلازمة كتقنية وتكنولوجيا حديثة متواجدة بقوة في تنقية ومعالجة مياه الشرب وحاليا يا فندم بنفكر في معمل التطبيقات البلازمة إننا نستخدم البلازمة في حل مشكلة منوحة المياه وتحليل المياه الملحة كمان البلازمة كانت موجودة وبقوة في مجال ترميم الأثار عن طريق إن هي بتقدر بكفاءة عالية نرمم بها القطع الأثارية النذرة سيادة الرئيس إحنا بنحلم إننا ننتقل من المجال البحسي للتطبيق على أرض الواقع بدعم سيادتك المستمر سيادة الرئيس حابب أشكر حضرتك على دعمكم المستمر للبحث العلمي وتوجهاتكم بتطبيقه على أرض الواقع طبقا لرؤية سيادتكم لعام 2030 شكرا يا رئيس سيادة الرئيس أهلا وسهلا بحضرتك في محافظة سهاج حضرت أستاذة ضيوف الكرام نورتونا وشرفتونا اسمي سامويل جرجس كلية سيدلة جمعة 6 أكتوبر وأحد أبناء محافظة سهاج إحنا مجموعة من الطلبة والخرجين لاحظنا أن المجتمع السهاجي عندنا بيواجه مجموعة مختلفة من التحديات أهمها تراكم المخلفات الزراعية عند المزارعين وكمان زيارة اهتمام الشباب بالأكل الصحي وخاصة بعد جائحة كورونا عشان كده نحن نفذنا فكرتنا أن نحن نأخذ المخلفات الزراعية اللي ممكن تعمل مشكلة بيئية كبيرة نستخدمها في زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه المشروم المحاري وده نسبة الدهون اللي فيه 1% فقط فممتاز كأكل صحي وكمان نعمل إعادة تدوير لمخلفات المشروم المحاري الزراعية كأعلاف حيوانية أو كأسمادة زراعية لأنها تحتوي على نسبة نيتروجين عالية سيادة الرئيس حضرتك إحنا بدأنا في غرفة صغيرة 3 في 4 وقدرنا أنا وزمالي لأننا نتوسع وحاليا نشغل في صوبة زراعية مساحتة 60 متر مربع بطاقة انتجية نص طن شهريا إحنا بنستخدم أسلوب الزراعة العمودية وده بيتحلنا أن نطلع أكبر كمية إنتاج ممكنة من أقل مساحة وطبعا بعيدا عن أراضي الاستصلاح الزراعي الرأي بتاعنا الرأي بالرزاز يعني أقل كمية مية ممكنة بالمقارنة مع المصادر البروتينية التانية الحمد لله قدرنا نوفر قطعة أرض مساحتها خمسة فدان وتواصلنا مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا في إنشاء مزرعة محاري متكاملة ملحق بيها مصنع لمنتجات المحاري زي البنية والبورجر لأنهم اطلبوا كتير جدا مننا في السوق وده هيتحلنا أن احنا نعمل شراكات مختلفة مع وزارات زي وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة في النهاية سيادة الرئيس حضرتك نورتنا في سهاج نورتونا وشرفتونا كلكم